بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بالتفسير درسنا أيها الطلاب والطالبات مراجعة لسورتي الأنفال ويونس بإذن الله تعالى أقف وإياكم مع آيات كريمات من هاتين السورتين وبإذن الله تعالى نقف وإياكم على أنشطة وتقويمات تصبوا بإذن الله تعالى في فهم الآيات واستذكار ما درستموه سابقا في هاتين السورتين إذن على بركة الله جل وعلا أبدأ وإياكم درسنا في مراجعة الدروس لسور الأنفال ويونس نبدأ وإياكم مع هذا المدخل وهو أننا بحمد الله تعالى انتهينا من الدراسة في هذا المقرر ونبدأ وإياكم في مراجعة للسور التي درستموها ومع سورتي الأنفال ويونس نبدأ وإياكم مع أول الآيات في سورة الأنفال هذه الآيات التي معكم لا بد من قراءتها قراءة صحيحة أقفوا أياكم على أبرز الكلمات فيها في قوله تعالى الأنفال المراد بها غنائم الحرب وسميت بذلك لأن الله أباحها للمسلمين زيادة في أموالهم في قوله قل الأنفال لله والرسول المعنى أي حكمها لله يقسمها بينكم والرسول بأمر الله تعالى يأتمر ويقسم هذه الغنائم في قوله تعالى أيضا وأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا ما بينكم من أحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق هذا ما يتعلق بالكلمات في هذه الآيات الكريمات نأتي وإياكم إلى أيضا آيات أخرى في هذه السورة نقف وإياكم على أبرز معاني الكلمات فيها في قوله تعالى وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن أو السنة وفي قوله قالوا سمعنا وهم لا يسمعون المراد أن الكفار لا يسمعون سماع تدبر والتعاب وفي قوله تعالى الصم أي عن سماع الحق نأتي إلى قوله جل وعلا لما يحييكم أي لما فيه صلاحكم في الدنيا وفلاحكم في الآخرة وفي قوله تعالى واتقوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أي أن قلب المرء بيد الله تعالى يصرفه كيف يشاء في قوله واتقوا فتنة يعني اتقوا بلاء وعذاب ومحنة ننتقل أيها الطلاب أيضا إلى الوقوف على التقويمات المتعلقة بالآيات الكريمات هذا السؤال أذكر ثلاثة من الأسباب المعينة على زيادة الإيمان هناك أسباب يزداد بها الإيمان من الأسباب التي يزداد بها الإيمان أيها الطلاب معرفة الله تعالى فكلما كان العبد بالله أعرف كلما كان منه أخوف أيضا من الأسباب وهو الثاني طلب العلم الشرعي كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأيضا من الأسباب وهو الثالث الإكثار من الفرائض والنوافل فكلما ازداد العبد طاعات لله تعالى كلما ازداد إيمانه في قلبه هذا ما يتعلق بهذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر أيها الطلاب هل التوكل على الله ينافل أخذ بالأسباب بيّن ذلك الجواب لا لا ينافي التوكل بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى ففي الترمذي عن أنس رضي الله عنه يقول قال رجل رسول الله أعقلها وأتوكل يعني إبله والعاقل هو الربط أو أطلقها وأتوكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقلها وأتوكل فعقلها أي ربطها أخذ بالسبب ثم بعد ذلك يتوكل على الله تعالى في حفظ هذه الدابة نأتي أيها الطلاب إلى هذا السؤال ما الأثر المترتب على إصلاح ذات البين إذا حصل بين جماعتين أو قبيلتين أو أشخاص خصومة وشحناء فيسعى الإنسان للإصلاح ما الأثر المترتب على هذا الإصلاح الجواب أيها الطلاب والطالبات الأثر هو زيادة المحبة بين الناس فيزداد الإيمان إذن لا بد أن نسعى دائما وأبدا للإصلاح بين المتخاصمين أيضا نأتي وإياكم إلى سؤال آخر على ما يدل قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هذه الآية الكريمة ما الدلالة فيها أيها الطلاب والطالبات الجواب أن القلوب بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت عائشة فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال إن قلب الآدم بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا نأتي أيها الطلاب بعد هذا إلى سؤال آخر متعلق بالآيات الكريمات ما المراد أيها الطلاب والطالبات بالسماع في قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الجواب أيها الطلاب هو سماع الانتفاع والعظة لأنهم كانوا يسمعون سماع الآلة فأسماعهم سليمة لكنهم لم ينتفعوا بما سمعوه لذلك نفى عنهم السمع نأتي بعد هذا إلى سؤال آخر كيف تكون الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم الجواب أيها الطلاب والطالبات هو بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما فمن استجاب لله بفعل أمره ورسوله كذلك وترك ما حرم عليه فهو مستجيب لهما بفضل الله تعالى ومنته نأتي إلى الآيات الأخر في سورة يونس بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من الآيات المتعلقة بسورة الأنثال هنا الآيات معنا كلمات في هذه الآيات الكريمات قوله تعالى الكتاب الحكيم ما المراد بالحكيم هنا أي الواضح المبين في قوله تعالى أكان للناس من هم الناس الذين ذكروا في هذه الآية المراد أهل مكة ومن وفقهم من الأمم السابقة في قوله تعالى أن لهم قدم صدق ما المراد بهذه الكلمة المراد أي منزلة رفيعة وأجرا كبيرا هذا ما يتعلق بالكلمات في هذه الآيات الكريمات نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى آيات أخر في هذه السورة نقفوا إياكم على معانيها هنا في قوله تعالى أمن يملك السمع والأبصار أي يتصرف في أسماعكم وأبصاركم إن شاء أمقاها وإن شاء سلبها وفي قوله تعالى أفلا تتقون هذا الاستفهام أي تجتنبون مساخط الله من الشرك وأنواع الكفر والمعاصي والاستفهام للإنكار أيضا نأتي وأياكم إلى قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال أي ذلكم فاعل ذلك هو ربكم المستحق أن يفرد بالعبادة وليس بعد عبادة الله تعالى وهي الحق إلا الشرك وعبادة الباطل فهذا ما يتعلق بمعاني الكلمات الواردة في هذه الآيات نأتي أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى آيات أخر في هذه السورة نقف وإياكم على بعض معاني كلماتها في قوله تعالى قد جاءتكم موعظة هنا أي القرآن وما فيه من ترهيب وترهيب ووعد ووعيد وتبشير وتحذير فهذا يدل على أن القرآن الكريم يوعظ به القلوب في قوله تعالى وشفاء لما في الصدور أي من أمراض القلوب كالشبهات والشكوك والغل والحقد والحسد وفي قوله تعالى فبذلك فليفرح المراد أي بالقرآن والإيمان فليسروا واليسعدوا واليبتهجوا وفي قوله تعالى قل الله أذن لكم هذا الاستفهام معناه هو للإنكار والمعنى هل أذن الله لكم في التحليل والتحريم فهذا فيه إنكار عليهم في أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان ولا دليل وفي قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يشكرون أي لا يشكرون الله تعالى المنعم عليهم بطاعته والثناء عليه فيما أنعم عليه من النعم الظاهرة والباطنة هذا ما يتعلق أيها الطلاب والطالبات بالكلمات في هذه الآيات الكريمات بعد هذا نأتي وإياكم إلى الوقوف على الأسئلة المتعلقة بهذه الآيات وأول سؤال معنا أذكروا الآية الدالة على مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما الآية التي مرت معنا تدل على مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فهذه الآية تبين أن مهمته هو تبليغ الرسالة إلى الناس ودعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى نأتي بعد هذا إلى هذا السؤال الآخر على ما يدل قوله تعالى أن أوحينا إلى رجل منهم هذه الجملة من الآية الكريمة جوابها أن إحاء الله تعالى إلى رجل من البشر أمر موافق للحكمة لا محل استغراب وتعجب وأيضا في الآية أيها الطلاب والطالبات إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات لنقف على هذا السؤال الآخر بين معنى قوله تعالى ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ما الجواب عن هذا السؤال نأتي الجواب قال السعدي رحمه الله تعالى كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى سؤال آخر قال الله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ما المراد بالفسق في الآية التي معنا نعم المراد بالفسق الشرك بالله عز وجل فالفسق يطلق في كتاب الله تعالى يراد به الفسق الأكبر ويطلق أحيانا يراد به الفسق الأصغر والذي يحدده هو سياق هو سياق الآية الكريمة ننتقل أيها الطلاب والطالبات وإياكم إلى سؤال آخر هذا السؤال استدل بعض المفسرين بقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون استدل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة جعل هذا دليل على هذا الحكم بين ذلك نريد أن نبين الرابط بين الآية وبين الحكم المستنبط من هذه الآية الكريمة الجواب أن كل ما أنزله الله تعالى على عباده حلال إلا ما حرمه الله عز وجل عليهم إذن هذه الآية تؤكد على هذا الحكم الشرعي ننتقل بعد هذا أيها الطلاب والطالبات للوقوف على سؤال آخر بين أركان الشكر الثلاثة هناك أركان ثلاثة للشكر لا بد أن نعرفها وأن نقوم بها لله سبحانه وتعالى أول أركان الشكر أيها الطلاب والطالبات التحدث بهذه النعمة ظاهرا باللسان بأن أحمد الله تعالى وأثني عليه فيما أنعم علي من النعم الظاهرة والباطنة الثاني الاعتراف بها باطنا بمعنى أن يقوم بقلب المؤمن أن كل نعمة يعيش فيها هي من عند الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله إذن هذا ما يتعلق باعتراف القلب بها باطنا ثم الثالث صرف هذه النعمة في طاعة المنعم جل جلاله فيستعمل جوارحه كلها فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويحذر من أن يسخرها في معصية الله جل وعلا هذا ما يتعلق أيها الطلاب بجواب هذا السؤال أنتقل وإياكم بعد هذا إلى ختام درسنا بعد أن طوفت وإياكم بحمد الله تعالى على جملة من الآيات الكريمات عرفنا شيئا من معانيها كذلك وقفت وإياكم على أسئلة نستذكر بها وإياكم معاني الآيات الكريمات ختاما أيها الطلاب أشكركم على طيب المتابعة وعصن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته